دكتور مصعب صباح الخير يا سيدي صباح الخير إلك وإخواننا المشاهدين اللي بشوفونا اليوم أنا بشكركم هذه الفرصة الكريمة وبصراحة الموضوع جدا مهم وبستاهل أن نحكي عنه بشيء من التفاصيل كيف نستعد للعام الدراسي الجديد هو السؤال الأبرز دكتور من خلال منظومة متكاملة الاستعداد للعام الدراسي هو عبارة عن منظومة متكاملة أبرز مع علمها ثلاثة أجزاء الجزء الأول أو العامل الأول الرئيس اللي هو ولي الأمر ثم العامل اللاحق اللي هو الطالب ثم المدرسة تبدأ المنظومة المتكاملة كما تفضلت سيد الكريم بولي الأمر أولياء الأمور الآن أبنائهم خرجوا من عطلة صيفية وبالتالي عندهم بعض العادات اللي لا بد أن نحاول نتخلص منها ونتعود على العادات ألا وهي ممكن نتكر على سن المثال السهر مثلا السهر لاحظ أننا كنا في نوادي صيفية بعض منهم البعض منهم كان مشغول في اللاعب ومشغول في أشياء ثانية فالأولي الأمر في هذه المرحلة يبدأ بتحضير ابنه نفسيا وجسديا للمدرسة مثل نبدأ بالنوم المبكر نبدأ بالتنظيم أوقات اللعب تنظيم أوقات السهر هذه نقطة أساسية بعد ذلك يبدأ الولي الأمر يفضل أن يبدأ نفسيا يحكي مع أولياء مع أبنائهم عن المدرسة وتفاصيل المدرسة ويبدأ يقارن في العام السابق مثلا شو كان عندنا مشاكل في العام السابق كان عندنا ضعف أكاديمي في اللغة العربية كان عندنا ضعف أكاديمي في اللغة الإنجليزية كان عندنا ضعف أو قوة في جانب معين الآن جوانب الضعف لا بد أن نقف عليها ونحاول أن نحلها جوانب القوة لا بد أن نزيدها ونكثرها أكثر فهون ولي الأمر لا بد أن يبلش يحكي مع ابنه بهذا التفاصيل ممتاز دكتور هذا بما يتعلق بالصفوف والانتقال إلى صف أعلى على سبيل المثال وتقييم الجوانب كما تفضلت سواء جوانب ضعف أو قوة بغض النظر تحدثنا عن أبنائنا اللي بدهم يروحوا للمدرسة لأول مرة سواء بالصف الأول أو ما قبل ذلك كيف ممكن آلية التعامل الآن؟ تعرف أنه هذا تجربة جديدة بيسمعوا بالمدرسة بيجوز بيشاهدوا أخوانهم يعني بروح لنا كيف ممكن نهيئهم؟ بصراحة عجبتني هذا الابتسام الله يبقى اللي بيشوفك دائما بابتسام أشكرك سيد شوف فيه بالمدرسة أو بالحياة الطالب الأكاديمية مرحلتين بسميها مرحلة تغييرية ومرحلة انتقالية المرحلة التغييرية زي ما أنت مثلا تطلع من الروضة تروح على المدرسة تكون نيجي من البيت تفوت على المدرسة مرة واحدة فبيكون تغيير كامل للطالب هلأ بصراحة هون ولي الأمر والمدرسة لهم دور فعال كثير طلاب بخافوا يروحوا على المدرسة أو بكره يروحوا على المدرسة ليس من شيء بس لطريقة استقبالهم في المدرسة أو لطريقة تهيت أولياءهم للمدرسة مثال في البدايات إذا أنا ابني أصف أول بتدروع على المدرسة اليوم الأول ما صح يبكر أو أنه تأخر في الصحة أو كان متساقل أو كان ما فيه مخايف ما فيه مشكلة مش ضروري يروح مع باصل المدرسة أو أنا أجبره أنه مثلا يصحى باكير ممكن أني بالهدوء والتفاهم أخذ الأبن بإيده ووصله لباب المدرسة ممتاز ننتقل للمحور الرئيس من خلال المنظومة المتكاملة أيضا بهذه الجزئية يعني هذا بفتحنا باب نقاش وسؤال مباشر عن المدرسة والكوادر العاملة الهيئة التدريسية هذا بقولنا كيف نستقبل أبنائنا في العام الدراسي من خلال المعلمين التربويين المشرفين والله رائع جدا هذا السؤال شوف دائما الشيء الأساسي بيقع المدرسة المدرسة لابد أنها تتعامل مع استقبال الطلبة بطريقة ذكية بعض المدارس بيبدأوا بالعمل من أول يوم وهذا الشيء أنا برأيي مش سريم مئة بالمئة لابد أنك تبدأ بتهيئة طلابك طلابك كانوا بعاد عن المدرسة لفترة ثلاثة شهور فأنت في البداية تبدأ تراجع معهم المواد اللي صبقت أو المواد اللي كانت الشغلة الثانية بدأك تغير فلسفة الطالب في المدرسة بمعنى آخر إحنا طلابنا لازم نعلمهم كيف تصير حياتك في المدرسة أبسط وأسهل ففرصة جيدة جدا الأسبوع الأول من الدراسة أن المدرسة تشتغل على هذا الموضوع بحكي لطلابي كيف يتعاملوا مع المواد كيف يحضروا كيف يدرسوا كيف يتعاملوا مع واجباتهم وهذه الأشياء كلها تكون نظمة وأساسية في جانب أساسي بيسهل حياة الطلاب أولياء الأمور والمدرسة نعم وإحنا كثير مدارس غافلة عنه للأسف اللي هو أهمية التحضير قبل أن أنت ما تيجي على المدرسة تحضر لدرسك وهذا اللي بيحكو له في الأسليب التكنولوجيا الحديثة اللي هو الفليبت ليرنينج أو التعليم المقلوب الفكرة الأساسية بدل ما تود الطالب يفوت على الصف يكون المشارك سلبي لساته مش عارف إشي عن الدرس بعدين يسمع الأستاذ بعدين يروع البيت يفهم بعدين يرجع الشارع هنا متلقي معلومات متلقي سلبي متلقي سلبي كما ويذهب للاستفسار أو للسؤال ولا يعلم هل هي المعلومة دقيقة هل هي المادة التي اكتسبها للأسف هذه بحاجة لفقرة واستضافة أخرى بالمناسب حتى نعطيها وقتها ودائما نتشرف فيك بس الفكرة أنه إذا أنت ركزت على أن الطالب يحضر قبل أن يفوت على الصف كثير تستفيد كطالب كولي أمر وكمدرسة يصير الجهد عليك بقلب كثير يعني هون من روح للتسمية الشعبية ما بين قلسين هذا الدرس كويس صحيح هذا اللي نقول دائما على لساننا دكتور أنا أشكرك إضاءة صباحية لرفع الوعي وأيضا لرسائل إرشادية للمنظومة المتكاملة ما متحدث هنا عن الأبناء بارك الله أولياء الأمور أيضا المدرسة وكوادرها المختلفة اسمح لي دكتور مصعب أن أذهب أنا وأنت وأسادة المشاهدين إلى لقاء خاص وحصري سعد صباح أمس تحديدا بأن يكون هناك لقاء خاص مع رئيس الوزراء الأسبق رئيس الدوان الملكي السابق دكتور فايز طراونة نتحدث عن في خدمة العهدين هذا المؤلف الذي سيتم إشهاره أعزائنا المشاهدين مساء اليوم لقاء جميل ولقاء ثري أترك التفاصيل إلى هذا اللقاء الخاص ونذهب بالمشاهدة دكتور مصعب أشكر قدومك إلى اللقاء ونوصل شكرا جزيلا